اهلا بكم في حلقة جديدة من اتعلم مع العسال. انا محمد العسال والنهاردة هقول لك على اهم الست غلطات بيخسروك فلوس كتير قوي على فيسبوك وانت مش واخر بالك وفاكر ان ادينا شغالة معك تمام وشاف ان دي افضل حاجة بس لا في افضل من كده وفي احسن من كده. تعالنا نتفرج جديدتي مع بعض ونشوف ايه الست غلطات دول اللي ممكن يأثروا علينا وممكن يخسرونا فلوس كتير. اول حاجة حب اقول لك ان انت بتشغل اعلاناتك بشتفى مستمرة على طول. لما بتشغل اعلاناتك على طول باستمرار 24 ساعة في اليوم سبعة يام في الاسبوع دوت بيسبب ان في اوقات معينة الاعلان بتاعك ممكن يكون الاودينس او الناس المستهدفين اللي انت مستهدفهم مش موجودين في الفترة دي من اليوم. فبالتالي اعلانك بيبدأ يحرق على الفوضي واحنا عارفين ان فيسبوك بيحاسبنا دايما بال يعني هي دي اللي بيحاسب كل ما بيوري اعلانك عدد مرات اكتر هو بيحاسبك على عدد مرات اللي اعلانك بيظهر فيها. وبعد كده بيقسمها على حسب انت عامل على ايه? على 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 بس هو في الارف الاخرى هو بيحاسبك على حتة ايه فانت كده ممكن تكون اعلانك شغال فترة معينة من اليوم الفترة دي بتاعك او الناس المستهدفين بتوعك مش موجودين فيها بشكل كافي فبالتالي يعني انك بيحاسبك على الفوضي فبيرفعلك سعر اعلانك دون استفادة حقيقية. تاني حاجة ان انت بتشغل عدد كبير من الاعلانات في نفس الوقت بس كل واحد منهم بالبجت صغيرة دي مصيبة كبيرة جدا لان البجت الصغيرة لكل اعلان لوحده كل اعلان ليه ليرنين كيرف او ليه تقدر تقول يعني كيرف للتعلم فيسبوك بياخد فترة عبل ما يتعلم ونشوف مين ناس اللي بتتفعل مع اعلانك بشكل صح ويبدأ يظهر اعلانك لناس اكتر فانت لو بتعمل كزا اعلان ببجت صغيرة الاعلانات عادة كده مش بتخرج برا ليرنينج فيز وفي نفس الوقت الاعلان بتاعك ما بيقدرش ان هو يحقق الاهداف المطلوبة منه وبالتالي انت بتخسر فلوس كتير متفتت على الاعلانات كتيرة وكل واحد منهم بلوه بجت لما تيجي تجمعهم هتلاقيهم كلهم في الاخر بيعيبلك فلوس كتير بس انت محققتش الاستفادة اللي انت عايزها. تالت حاجة ان انت بتقعد تعمل ادت على الاعلان بتاعي بصفة مستمرة يعني بتقعد اول بتشغله اول 3 ا4 ساعات ولا اول يوم تلاقيه من الدنيا مش احسن حاجة تروح رايح معدل فيه كل شوية اتعدل فيه كل شوية اتعدل فيه كدر التعديلات دي بيخلي فيسبوك يعيد تاني يخش في من الاول ويعيد تاني يجرب من الاول القصة بتاعته ماشية ازاي ويشوف بتاعه ماشي ازاي فدوت بيقصرك فلوس برضه لان انت كل شوية بتقعد تعيد فالاعلان بتاعك ما بيلحقش يخرج برا بتاعته ويوصل للناس الصح ويبدأ يشتغل بشكل كويس رابع حاجة هي دي حاجة خطر جدا لان انت ممكن تكون مشغل اكتر من اعلان يعني انت مثلا عندك بتبيع حاجات معاينة نفس المنتج بس عامل اعلانين مختلفين مختلفين عامل جمهورين مستهدفين مختلفين فلازم تبقى وقت بلك من حاجة اسمها وديه طول موجودة في الفيسبوك نفسه موجودة في الفيسبوك بتقدر تخش عليها بتبص عليها بتشوف هتلاقي ان انت بترقيب دلوقتي حركة الاوديونس بتاعك بتختار اوديونس فوق زي ما انت شايف وبعد كده بيقول لك الاوديونس اللي تحت كل واحد منهم نسبة او نسبة دخوء تدخله مع الاوديونس الثانية او الجمهور المستهدف التاني طبعا كل ما كانت نسبة التداخل قلت كل ما بقى انت عندك فرص اعلى ان انت تروح الاوديونس او تروح لناس مختلفة او تتارجل ناس مختلفة على عكس لو نسبة الاوديونس عالية ساعتها انت كده اكتناك ما بتعملش حاجة انت كده بتوري نفسهم وهم الناس نفس الاعلان خمس حاجة ان انت بتقعد بشغل اعلان بتاعك هو هو فترة زمنية طويلة جدا اي اعلان او اي حاجة في الكون معروف ان هي بيبقى ليها كيرف بيطلع وبينزل يعني بتبدل تطلع طلع 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 وبعد كيها بتبدل فترة شوية وبعد كيها تبدأ تنزل تاني اصرارك عن انت تشغل نفس الاعلان لان انت شايف ان هو كان ناجح معك في الاول او شايف ان هو عليه حجم تفاعل كبير فانت عايز توري للناس اعلانات حجم تفاعلها كبير دوت بيخليك ان انت مع الوقت الاعلان بتاعك بيبقى بطيء ومبيجيبش العائد بتاعه المطلوب فانت محتاج ان انت كل شوية بعد فترة زمنية لما بتلاقي الكرز وبتاع الاعلان بتاعك بدأ ينزل لازم في الفترة دي تقرر انك تعمل اعلانات جديدة ولازم كل فترة بتدخل اعلان جديد او حاجة للناس تشوفها لان الناس مع الوقت بتزهق وبتمل من اللي انت متورغولهم فبيمحتاجوا حاجة جديدة تعمل لهم واخر حاجة اقولها لك ان انت ما بتستخدمش او الاعلانات اللي هي قاعدة الاستهداف انت وردت الاعلان بتاعك لناس معانا طب هما ما حابوش يشوفو او ما اشتروش او ماخدوش قرار شراء مش معنى كده انت تسيبهم لازم تشغل يبقى فيه عندك او اعلان شغال عندك الاعلان ده الهدف بتاعه هو شغال على الناس اللي اللي مسلا تفعلت مع الصفحة بتاعتك في اخر تلاتين يوم او في اخر او في اخر سبعة ايام فبالتالي الناس اللي بتهرب منك مبتعملش معاك عمليات بيعية انت بتحاول انك ترجع لها تاني وتحاول انت بتعمل لها اعلان تاني بشكل مختلف يعني انت اول اعلان بتنزله الاعلان العادي اللي انت بتعلن فيه عن المنتج بتاعك ممكن تعمل تاني او حاملة تانية بتسجعه ان هو ياخد القرار ان هو يشتري منك وان هو يتفاعل معاك او يعمل معاك حركة بيعية او حتى يبعتك استفسارة او اي حاجة فبالتالي انت كده الناس اللي مشتريتش منك او اللي هربت منك هي ما هربتش انت رجعت وخدتها تاني وقدرت ان انت تبعت لهم حاجة وتحافظ عليهم ودي جده كالستة حاجات لازم تاخد بالك منهم جدا لان هم بيخسروك فلوس كتير اوي لو انت مش واخد بالك منهم او مش شغال بشكل صحيح ممكن تكون انت بتخسر فلوس او ممكن تكون انت تقدر توفر فلوس كتير اوي لو انت اشتغلت او خدت بالك من كم حاجة دول واشوفكوا ان شاء الله كل يوم ثلاثة الساعة تمانية على خير في حلقة جديدة من التسويل الكتروني وما تنسوش طبعا اللايك وتسبسكرايب عشان ده بيفرق معنا جدا واشوفكوا على خير اشتركوا في القناة